وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن المساهمة الهمة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضرية لمصر كما وجه السيد الرئيس بتطبيق أعلى معيير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعصرة ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة الاجتماع شهد أيضا استراد تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى تنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل الصبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها